سعى قادة العالم أخيراً إلى عرض اهتمامهم بالشؤون البيئية بدءاً من رحلة الرئيس الأمريكي إلى ألسكا وصولاً إلى زيارة نظيره الفرنسي لإسلندا في وقت تذوب الجبال الجليدية بوتيرة متسارعة جميع الذين ترونهم هنا أتوا لرؤية آثار الاحترار المناخي بأنفسهم لكننا لا نحاول الترويج لما يشبه سياحة الاحترار العالمي فآثار التغير المناخي تطال العالم أجمع مع ارتفاع مستوى البحار 20 سنتمتراً منذ مطلع القرن العشرين وزيادة موجات الحر والأعاصير كذلك ارتفع معدل الحرارة عالمياً درجة واحدة منذ مقبل الثورة الصناعية بسبب السياسات البشرية وحصر الاحترار بدرجتين أو حتى أقل هي أولى الأولويات في مؤتمر المناخ في باريس وذلك عن طريق الحد من انبعاثات الكربون التي تلقى عليها مسؤولية الاحترار المناخي بين 40 و70% بحلول العام 2050 الجانب الإيجابي من كل تلك المسألة أن على رغم الزيادة المستمرة في التلوث نجحت التقنيات الحديثة في الحد من كلفة إنتاج الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة فباتت هذه المصادر أقل كلفة من مصادر النفط في معظم البلدان وتتصدر الصين والولايات المتحدة الأمريكية قائمة البلدان الملوثة للكرة الأرضية وهما يؤكدان أن مؤتمر باريس سينجح حيث فشل مؤتمر كوبنهاجن في العام 2009 ترجمة نانسي قنقر